تشهد الصالونات السياسية والبيتين الشيعي والكردي جولات حوار متعددة المستويات لتوصل إلى تسمية المكلفين ضمن توقيتات الوقت الإضافي الأخير حيث يرجح المراقبون صيغة التواثق في الحكومة والجمهورية وأكد رئيس اتلاف دولة القانون نوري المالي كان رئيس الوزراء المقبل سيكون من قيادات الخط الثاني وفق ما تقرره رباعية التنسيقي في الساعات المقبلة مع أفضلية تزداد التساع لصالح المرشح قاسم الأعرجي بينما لم تخفض جميع الأضواء الموجهة للكاظمي ويقول مطالعون أن الحوار الكردي وبعض الأجواء الإيجابية جدا التي أحاطت بلقاء زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ونظيره في الاتحاد الوطني بافل طالباني سيتجه هو الآخر لمرشح توافقي للموازنة بين منصب رئاسة الجمهورية وبقية استحقاقات البيت الكردي في المناصب السيادية مع الإبقاء على هامش أخير بإمكانية تجديد ولاية برهم صالح واحتواء انتخابات الإقليم البرلمانية ترجمة نانسي قنقر